موسيقى نبدأ تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الوسط البحرينية التي نقرأ منها سوني تعلن رسميا نهاية بلاي ستيشن 3 أشارت شركة سوني أنها ستنهي رسميا صناعة وتسويق منصتها للألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن 3 من دون أن تحدد الموعد الرسمي لذلك ويأتي قرار سوني بعد عشر سنوات من إطلاق هذه المنصة التي حققت نجاحا كبيرا وتعد منصة بلاي ستيشن 3 واحدة من أنجح المنصات وأكثرها رواجا في العالم إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي اخترنا لكم منها في الصحة فحص دم جديد يشخص التوحد مبكرا جاء في تفاصيل الخبر قال باحثون إن فحصا جديدا للدم يمكنه تشخيص مرض التوحد مبكرا وضف الباحثون أن دقة هذا الفحص تصل إلى 98% تقريبا لذا الأطفال الذين تتروح أمارهم بين ثلاثة أعوام وعشرة أعوام وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهر الفحص قدرة عالية على تحديد شدة الإصابة بالحالات التي تتعلق بالتوحد وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم أيضا في الصحة نطالة اختبار HPV للوقاية من سرطان عنق الرحم أوصى بروفيسور ألماني النساء بإجراء اختبار HPV مرة كل عام بدءا من سن 35 عام وذلك للوقاية من سرطان عنق الرحم وأضف البروفيسور أنه قبل سن 35 عاما كثيرا ما يهاجم الفيروس عنق الرحم إلى أن الجسم غالبا ما يتمكن من صد هذا الفيروس بنجاح